لا 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 يا حياني هل تتوقف مواقف رونالدو المثيرة للجدل في الدوري السعودي بعد معاقبته بالدموع رونالدو يستقبل هتافات جماهير النصر بعد قرار لجنة الانضباط السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جول 14 برو ماكس وساحب على ميد الف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة هل تتوقف مواقف رونالدو المثيرة للجدل في الدوري السعودي بعد معاقبته قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ايقاف كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي مباراة واحدة الى جانب تغريمه 30 الف ريال بعد احتفال غير لائق بعد الفوز ثلاثة الى اثنين على الشباب في الدوري السعودي للمحترفين مطلع الاسبوع الحالي وقد غاب بالفعل عن مباراة فريقه ضد الحزم التي انتهت بالامس بالتعادل 4 الى 4 بين الفريقين تصرف رونالدو اثار ضجة كبيرة في السعودية ووصفت حركته بغير الاخلاقية والمشينة كما اثارت عقوبة ايقافه مباراة واحدة فقط ردود فعل متبينة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان رونالدو 39 عاما في صالة للالعاب البدنية اثناء التدريب واشار تعليقه الى ان العقوبة لن تمنعه بمواصلة العمل بالدموع رونالدو يستقبل هتافات جماهير النصر بعد قرار لجنة الانضباط هتفت جماهير النصر السعودي لكريستيانو رونالدو لعب الفريق في الدقيقة السابعة من مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي وظهر رونالدو في الصورة الرئيسية متأثرا وانطلأت عينه بالدموع ثم ردت تحية للجماهير عاجل اصابة النجم كريستيانو رونالدو في حادث سير في السعودية تعرضت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لحادث وقد بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة في مدينة جدة السعودية ونشرت صحيفة سان البريطانية ان الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها حيث اصفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو بوغاتي فيرون والبالغة مليون فاصل سبعة مليون جنيه استرليني وفقد سائق السيارة الذي يقال انه ليس رونالدو السيطرة على السيارة وانزلق الى جدار في منطقة بونيولا في بالمدي مايوركا حيث يقضي نجم النصر وقته حاليا مع الفريق نجم النصر كريستيانو رونالدو المسعج سبب قدوم الى الدوري السعودي تناول البرزلي اليكس تيليس ظهر النصر السعودي العديد من الاشياء التي تخص الجانب الاحترافي والسلوكي كرياضي بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال تيليس في تصريحات ليسابو سبورت ان رونالدو يشعر بالضيق دائما حين لا يفوز الفريق من وحي مزاملته له في كل من منشستر يونايتد والنصر واصفا اياه بانه يكون مزعجا للفريق ولكن بجانب ايجابي عاجل اصابة النجم كريستيانو رونالدو في حادث سير في السعودية تعرضت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لحادث وقد بدأت الشرطة التحقيق في الواقع في مدينة جدة السعودية ونشرت صحيفة سان البريطانية ان الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها حيث اصفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو بوغاتي فيرون والبالغة مليون فاصل سبعة مليون جنيه استرليني وفقد سائق السيارة الذي يقال انه ليس رونالدو السيطرة على السيارة وانزلق الى جدار في منطقة بونيولا في بالمدي مايوركا حيث يقضي نجم النصر وقته حاليا مع الفريق نجم النصر كريستيانو رونالدو المسعج سبب قدوم الى الدوري السعودي تناول البرزلي اليكس تيليس ظهير النصر السعودي العديد من الاشياء التي تخص الجانب الاحترافي والسلوكي كرياضي بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال تيليس في تصريحات ليسابو سبورت ان رونالدو يشعر بالضيق دائما حين لا يفوز الفريق من وحي مزاملته له في كل من منشستر يونايتد والنصر واصفا اياه بانه يكون مزعجا للفريق ولكن بجانب ايجابي عاجل اصابة النجم كريستيانو رونالدو في حادث سير في السعودية تعرضت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لحادث وقد بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة في مدينة جدة السعودية ونشرت صحيفة سان البريطانية ان الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها حيث اصفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو بوغاتي فيرون والبالغة مليون فاصل سبعة مليون جنيه استرليني وفقد سائق سيارة الذي يقال انه ليس رونالدو السيطرة على السيارة وانزلق الى جدار في منطقة بونيولا في بالمدي مايوركا حيث يقضي نجم النصر وقته حاليا مع الفريق نجم النصر كريستيانو رونالدو المسعج سبب قدوم الى الدوري السعودي تناول البرزلي اليكستيليس ظهر النصر السعودي العديد من الاشياء التي تخص الجانب الاحترافي والسلوكي كرياضي بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال تيليس في تصريحات ليساب سبورت ان رونالدو يشعر بالضيق دائما حين لا يفوز الفريق من وحي مزاملته له في كل من منشستر يونايتد والنصر واصفا اياه بانه يكون مزعجا للفريق ولكن بجانب ايجابي عاجل اصابة النجم كريستيانو رونالدو في حادث سير في السعودية تعرضت سيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لحادث وقد بدأت الشرطة التحقيق في الواقع في مدينة جدة السعودية وانشرت صحيفة سان البريطانية ان الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها حيث اصفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو بوغاتي فيرون والبالغة مليون فاصل سبعة مليون جنيه استرليني وفقد سائق السيارة الذي يقال انه ليس رونالدو السيطرة على السيارة وانزلق الى جدار في منطقة بونيولا في بالمدي مايوركا والان اعزاء المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤالا واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب ايقاف كريستيانو رونالدو الحقيقي لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان انهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي